سلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي ان احنا نحرق توزيع لينكس منت على الفلاشة باستخدام اداة روفيس اول خطوة نعملها ان احنا نحمل اداة روفيس و ان شاء الله نحملها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالاداة و ان شاء الله هتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف اول ما تدخلوا على الموقع هتنزله شوية و هنا في جزئية التحميل هتدوسوا على اول اختيار اللي هو روفيس 3.20 تمام هنا هتلاقي على طول ان الاداة بدأت تتحمل معاك من غير اي مشكلة ولو ظهر لك اعلان دوس على close و هتلاقي ان الاداة بدأت تتحمل معاك على طول ننتقل دلوقت الحرق التوزيع على الفلاشة باستخدام اداة روفيس طبعا هتفتح الاداة بعدين yes تمام هتلاقي ان الاداة اهي فتحت معاك على طول و ده شكل الاداة هنا اول حاجة في device تتأكد انك موصل الفلاشة و يبقى على الاقل لمساحتها 4 جيجا بعدين تاني حاجة هتدوس هنا على select عشان تختار ايزو التوزيعة بعدين طبعا انت تشوف مكان التوزيع انت تحطه فين بالزبط و تدوس على الايزو بتاعها هنا تالت حاجة في partition scheme هنا انت بتختار الاعداد ده على حسب نوع الهارد عندك سواء كان mbr او gpt فلو انت ما تعرفش النقطة دي هتروح عندك على this pc او my computer كليك ييمين بعدين manage او ادارة تمام هوا دلوقتي فتح للكمبيوتر management فانت هتدوس هنا على الاختيار اللي اسمه disk management بعدين هنا دلوقتي هو بدأ يعرض لك الهاردات او الفلاشات اللي انت موصلها عندك فيه الجهاز فانت بتشوف الهارد الاساسي اللي عندك وفي الاغلب بيكون مكتوب فيه disk zero فهتدوس عليه هنا click key mean بعدين هتدوس على اختيار properties واتظهر لك قائمة صغيرة كده واتدوس هنا على volumes بعدين هنا هيظهر لك معلومات عن الهارد بتاعك فهنا فيه جزئية partition style هتلاقي عندك نوع الهارد سواء كان mbr ولا gpt هنا انا عندي mbr فانا اختار mbr تمام اهو mbr بعدين هنا رابع حاجة في file system ممكن تحوله من f32 لntfs تمام كده يبقى انت زبطت اعدادات الفلاشة تمام وجهزة دلوقتي للحرق هتدوس هنا على start بعدين هتجيلك الرسالة دي عشان تختار الطريقة اللي انت عايزها عشان يحرق لك التوزيع على الفلاشة فانت خليك على الاختيار الاول اللي هو مرجحه لك اللي هو iso image mode بعدين هتدوس على ok بعدين هنا هتجيلك الرسالة دي بيحذرك ان اي ملفات على الفلاشة تتحزف فانت اقول له ok ويبدأ دلوقتي انه يحرق التوزيع على الفلاشة وسيبه براحته لحد ما يخلص تمام هو كده خلاص خلص عملية الحرق وانا بيقول لي ready ان يعني الفلاشة جاهزة فانت تدوس هنا على close دلوقتي هنشوف الفلاشة بعد عملية الحرق تمام اهي الفلاشة ودي الملفات اللي فيها وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا مع بعض ازاي ان احنا نحرق توزيع لينكس منت على الفلاشة لو اي حد عن سؤال اكتبه تحت فيه التعليقات وان شاء الله هرد علي في قرب وقت السلام عليكم